في ناس يجهلون الصواعق أول شي فلا تقرب من المسببات اللي هي الارتفاع تكون على شي ولا تقرب الشجر هذي هو حاش دنين وهم هالجوال ليكون باتصال مما عداها في رحمة الله وسيع لكن بعض الناس يجي في شفاء لأنها تضرب على شي دائما وأنا قد شفتها في بيت عندنا جنبنا لنسيب اللي رحمة الله عليه ضربت البيت لكن بقدرة القادر سبحانه وتعالى انسحبت مع الأريل كان فيه أريل انسحبت معه وفجرت دخلت في السلك وفجرت اللي في طريقها وتشقر في البيت لكن سلم البيت سبحانه وتعالى ايه والله فلا انا قريب لي قبل سنة تقضي ابن خالة اللي وقاضي وكان في السودة في أبها ايه وكانت أمطار وكذا وسبحان الله ضربت الصائفة توفي رحمه لا إله ايه والله سبحان الله صلى الله عليه ويغفر الله ويرحمه ويتجاوز الله التعرب بعض يعمل عدم الله أطاك بيت وقت لم طهر وشدت المطر اركد اركد احمد الله عندك مأوى وظهر لما اشتد المطر على أهل المدينة كان للنبي صلى الله عليه وسلم دعاء اللهم حوالينا اللهم حوالينا اللهم في بطون الأودية ومنابة الشجر يا سلام كانت تنقش السحب تتجه كما يخبر النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم هذه كذلك إذا اشتد المطر لأنه دعوا الله سبحانه وتعالى جو النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطبوا وإلى قالوا كذلك صابنا ما صابنا فدعا فنزل المطر أسبوع كامل بعد جاء وبعد أسبوع جاء قال يا رسول الله يعني إلى آخره من الضرر لأصابهم لا إله فدعا فإذا كذا اشتد ندعو بهذا الدول اللهم في بطون الأودية ومنابة الشجر وإلى آخره لأن بعض أيام هذه تحتاج ما أكثر من المدنة المدنية فيها طال عمرك جهاز تبع علي أنت بغى نجيبها يعني ايه رجال حركنا كذا شوي بصوت